طيب قبل ما نفرد المساحة مع حضراتكم لمبارات بكرة ونعرف انه يعني احنا يعني كل الناس قاعدة من دلوقتي مستنية مواجهة الاهلي او ظهور الاهلي الاول الموسم ده صفقات الجديدة مستر مارسيل كولر شكل الاهلي واعتقد انه واحدة من اهداف مارسيل كولر بكرة انه يعبر عن شخصية الاهلي تحت قيادته يظهر مع الاهلي حتى وان كانت مباراة خارج الارض وحتى وان كانت مع منافس قوي هو التحدي المنسيلي التونسي الا انه طبعا عنده رغبة في انه يعلن عن نفسه وعن قدراته وعن شكل الاهلي تحت قيادته الصفقات الجديدة عندها من الضيفة اللي تثبت جدرتها في اولى مشاركتها مع النادي الاهلي والاهم من ده انها رسالة للكل رسالة طمأنة ورسالة تضع حد لكتير من الامور اللي فاتت يعني انا حقيقة عندي وقفة كبيرة جدا مع اللي حصل في الفترة الاخيرة ويمكن مهم جدا زي ما ابتلت الحلقة وقلت انها نقطة ومن اول السطر ان احنا نقفل على الفات كل واللي جاي يبقى فيه تركيز كبير جدا لغاية لما نوصل على اقل لموسم الانتقالات الشتوية وما اعتقدش انه عندنا تحديات كتيرة جدا يعني باستثناء انطلاقت بشوار افريقيا وبطولة السوبر الاهلي ما عندوش تحديات من العادة تقيل ما فيش تخوف على لقب يضيع او بطولة ممكن تكون بعيدة عن الاهلي انه يوصل لها لكن في النهاية خلينا نرتب اولويات وخلينا نشوف رأي كمان كابتن مجدي طولبر نهاردة في كتير موضعات اللي اثرت في الفترة الاخيرة وتأثيرها على بداية مشوار خدوا بالكم انه الحاجات اللي بتحصل في الفترة الاخيرة دي بالتأكيد لها تأثير يعني ونتمنى نتمنى انه احنا نتفادى ده في انطلاقة مشوارنا في دوري الابطال وانه جهاز الفني وكابتن سيد عبدالحفيز وميستر مارسيل كولر يبعدوا باللعبة ويمكن من حصن حظيني يعني ناس كتير جدا كانت يعني متخوفة من فكرة ان اول مطش ببرة واول مطش في تونس يمكن ده على فكرة يكون من حصن الحظ وحتى زي ما الراجل يتكلم يعني ما اسمنا عدار كولوفيتش كان بيتكلم على الاهلي راجل واضح تماما عارف قدرات الاهلي حتى والاهلي جاي له في ملعبه حتى والاهلي جاي يلعب في ملعبه في وسط جمهوره عارف تماما حجم النادي الاهلي وعمل الاهلي مليون حساب احنا ما تقابلنش مع فريق تونسي قبل كده في ذول الاتين وثلاثين يعني كل مواجهاتنا لما ترجع تبص العشرة الاثناشرة السنة الأخيرة اللي فاتت واللي قبلها لعبت مع النايجر ممثل النايجر لعبت مع رواندا لعبت مع زمبابوي لعبت مع اثيوبيا مرتين لعبت مع جنوب افريقيا مرتين لعبت مع كينيا فانحنا نادرا مش متذكر حقيقة ان الاهلي وجه فرقة تونسية في بداية المشهور لكن خلينا نتفق في النهاية انه يعني على البطل انه يتجاوز اي عقبات او اي صعوبات او اي مباريات ممكن تكون صعبة بصرف النظر عن اسم المنافق